مرتدياً الزي العسكري أدى ملك إسبانيا الجديد فيليبي سادس اليمين الدستورية متعاهداً بالولاء للوطن حفل تنصيب الملك الجديد بدى متواضعاً ولم يحظه قادة أو مدعون أجانب ويقول مراسل بي بي سي في مدريد إن اقتصار مراسم تنصيب الملك على هذا النحو يأتي نعكاساً لحالة التقشف نتيشة ظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الإسبان منذ سنوات ويخلف فيليبي سادس والده الملك السابق خوان كارلوس الذي تناسل عن العرش ووقع على وثيقة التنازل بعد تربعه عليه لنحو أربعين عاماً وسط فضائح فساد في الفترة الأخيرة تمس بعض أفراد العائلة المالكة أدت بالعديد من الإسبان إلى التشكيك في دور النظام الملكي في البلاد هي إذن مرحلة جديدة تستهلها العائلة المالكة بدماء ملاكية شابة كما قال أخوان كارلوس نفسه لعلها تعيد كسبة ثقة الشعب التي تزعزعت في الآوينة الأخيرة ويبدو تريق الملك الجديد معبداً بالعديد من التحديات من بينها الإبقاء على وحدة الشعب الإسباني خاصة مع اتجاه الحركات الانفصالية في شمال شرق منطقة كتالونيا إلى التصويت على الاستقلال في نوفمبر 22 المقبل فضلاً عن مشكلة البطالة التي بلغت 26% نبيها والتاس بي بي سي ترجمة نانسي قنقر